هم كذلك في الصفوف الأمامية هذه الأيام لمواجهة فيروس كورونا ومواجهة كوفيد-19 إذن الحديث سيكون مع ضيفي في البلاطو وسيد الغاشي الغاشي المناس الأمين العام للنقابة الوطنية شبه الطبيين سيدي أهلا بك كبداية فقط أريد أن نوجه تحية التقدير وشكر لكل الشبه الطبيين الذين ومنذ البداية في صفوف الأمامية مع الأطباء لمواجهة هذا الفيروس فتحية تقدير وشكر لكم نحن نحيي كل شبه الطبيين في الميدان وكل أطباء ومهنية والعمال بتاع الصحة والعمال النظافة لأهم الدرك الوطني يرام وقفين على المواطنين يرام حذرين وإحنا هذا هو مهنتانة إحنا نقبل كل مهمة التي تكون في الجزائر إحنا نقبلها وهذا هو الوقت إحنا ذو كل علاج كوفيد-19 وإحنا كانت كوليرا كانت الزلزال كانت الأخر إحنا كمواطنين جزائريين ما نقولوش كميهنيين بك كمواطنين جزائريين إحنا ضمنين نسمعنا ما نحاوسوا حتى حاجة ما نحاوسوا نير وجون ما نحاوسوا حتى كي تكون في هذه الوضعية نوقفوا في المستشفى تانا ويوقفوا شبه الطبيين والأطباء كامل يكون متحدين كل عمال متحدين باش يقوموا بالمهمة تاحهم ويقضيوا إن شاء الله بربي على هذا كوفيد-19 وهذا ما نشمل اليوم نأخذ كما يقولوك حنا نبانيكي وش تما تما داخل نسيرو نسيرو هذه هي المهمة اللي عندنا نحن نسيرو وعلى كيندك الشجاعة اللي يقولوك أنا ما نقولوش للور لازم نلحق ولازم نقضي على هذه الحاجة وإن شاء الله بربينا نلحقوا لها وهذه هي ميزة يعني كنا نتحدث وأنا وياك سيلو الناس في الكواليس ربما هذه هي ميزة كل الجزائريين في كل اختصاصتهم خاصة عندما نتحدث عن الأطباء الجزائريين عن شبه الطبيين قلت أنه في أزمات سابقة عاشتها الجزائر وفي ظل هكذا أزمة صحية تعيشها الجزائر أنه عنده تلك يعني الشجاعة أنه يكون دائما مجند يكون في الصفوف الأمامية ويضحي بروحه يضحي بوقته وبعيلته من أجل إنقاذ الشعب الجزائري ويخفف من آلمهم شوف أنا عاشت كامل أزمات تعمل ثمانيين حتى اليومين هذا عاشتهم وكنت فيهم في الميدان وشفت الأطباء الجزائريين وشفت شبه الطبيين وشفت كامل عملتها الصحة كيفاش كانوا نواقفين وكل جزائريين ناكم مواطنين يكونوا يتضم مع الصحة مع الضرك مع الأمن آخر ويحلوا هذه المشكلة وحلينا مشاكل أكبراء في الجزائر والحمد لله ذو كذلك صح لازم كما يقول كنواقفون ناخدوا إحتياطات تعنا الحدر بتاعنا بطبيعة الحال ما نقولوش هذي كما يقدر تربيد نخرج وخلاص لا ناخدوا الحدر بتاعنا ولازم الناس ما تخرج وهذا اللي حاب يعاون يريح في بيته هذا مكان يريح في بيته يعاون المهن ينتعى الصحة ويعاون الضرك ويعاون الآخر وإحنا نسماء هذو وكاين مساكن اليوم يخرجوا في الليل هذو عاون نضافها مساكن اليوم ينقي والآخر هذو قاعد نحييوهم بزاف بزاف بس مرة مش منقولوش نحن كيشب الطيبية اللي أنا في الجزائر كل واحد عنده مهمة تاحو في مكانه سواء داخل المستشفيات أو خارج المستشفيات وقاين بالمهمة تاحو ونشكروهم كامل هذو ما طيب قبل ما نحكي وعلى عملكم في زمن الكورونا داخل المستشفيات يعني كان لك تصريح قلت أنه نستطيع أن نقضي على وباء كورونا في الجزائر لكن بشر أنه كل الجزائرين يلتزموا بالحجر الصحي والحجر المنزلي ويلتزموا بيوتهم طيب هل دوك حنا كل واحد كما يقول لك يقوم هذين قلوا لها مهمة كي يقول لك حجر الصحي قلوا عنده مهمة ضميسيون تاريح كما يقول لك ما يخرج ما يضر براب لما عنده فايدة ولا راح مستشفى أباين ولا راح لأخو بسحولة ما المستشفى دوك ما يدخلوش بركاندك ما يعش المستشفى ما ما عنده مريض ما يتنقش مع العيلة تاعو ولا راح واحد يشوفوه ما يشوفوه ببعض بسكو عليش ينجم هو قانيت يتكون طامينة ويعاود يجيب العيلة تاعو في الضدرك ياخد حضرو كما يقول كما يقدر باش ننقضيو على هذ كوفيد ديزنف هذا يا الفيروس هذا وإن شاء الله براب ننقضيو على احنا كما يقول لك عندنا هذك إلي ديفي كما نقولوا إحنا هذي ديفي تاعليزات أجريا وكين قدرت تدبيع هي اللي ضيطرطينا هذي القوة وضيطرطينا هذك تما شجعة هذيك باش كل واحد يدير هذك المهمات تعوه ونلحقه مع الآخر ييد في اليد إن شاء الله وهاذاك تضمون تاعتما تاع الجزاريين بس كوفيد ديشدة عندنا هذا تضمين صحي معروفين الجزائريين معروفين هكذا كبيرك كما يقوله كما يقوله إحنا اللي سبنطاني تيبوا واقف الحمد لله هذه هي الميزة تانا هذه هي حنا تانا ويكون واقف كاين شوية حاجة صغير كما يدوك يتصحوا في الوقت يتصحوا هذه هي الله أخر الحمد لله عندنا أطباء عالمية عندنا شب الطبيين أنا أقول لك هذا شب الطبيين طوح للخارج كيشوفوا الجزائريين هم يشتراعوا كيشوفوا الجزائريين يسجعوا بهم باش كالله جزائري شب الطبي الجزائري يتسمى المر الجزائري عندوا هادك إساس هادك وهذاك اللي يدي في هادك كيفاش يعمل كيفاش عمل التزام هادك تعو كيفاش يخدم ممام هم كانوا يجيوا لعدنا واحد الوقت يشوفونا كيفاش نعمل ويشوفونا كيفاش يقولك أنت وما شب الطبيين لبارموديكولجيا مراكوش كيما إحنا كيفاش ركو تديرو إبا كيولو يشوفو رحم صغار قدمنا يشوفو رحم بارابو واش دار هو في بلاده وكي جي لهنا والله غير أنت لعقد مهما شخطة ولا زوج غير ولو يشوفو رحم كي يشوفونا كيف نعملو وهذه حاجة ملاحة الجزائري نظروا كما يقولك منطيحوش بالقيمة نحن نرفعوا القيمة ونسجعوا الميهنيين كلهم تسمى باشيب الطبيين ونعطي لهم هادك القيمة تاحهم نعطي لهم هادك حاجة وللا ما بهل أجولة فهذا الاخيم نديرو في الموجبico نتطي له والو كيف الأعمل الآن؟ الواجب وطني هو واجب واجب وطني هذا هو كي نقلو إحنا الواجب يقولك عندنا الدرواء الدفور أحنا دو ما نديرو في الواجب تحنا في الواجب تانا ماناش نديره في الدروة ماناش نطبف لدروة تانا نديره واجب تانا صحيح يعني الأطباء والشبهة الطبيين من الممرضين الآن عندما نتحدث عن العلاج العام هكذا في ظل أزمة كوفيد-19 الآن عندك ربما اتصالات يومية مع شبهة الطبيين في كل ولاية الوطن في كل مستشفيات الآن يعني يعملون بجهد صباحا مساء من أجل يعني إنقاذ أرواح هؤلاء المصابين بفيروس كورونا يريد أن نقولك متطوعين نقولك نجي فولونتر نجي نعمل نحن نظرك ما نسحقهش يقولك ما تديش عطلة تاعك ما نديش وما قلناش نديل عطلة ما نسحقهش إذا تقولك ما تديش عطلة وتبعث لي بيين وتواسكيا تلقائيا تلقائيا أنا مجند ما تبعت ليش هذاك تسمى شغل شغل مراكش مامن شما ما مطلتناش هذك مامن بالمهنين تاع كسواء الطيبة كسواء لهم يقدرش يقعد في دارو هو أنا أنا واحد ما نش في المصلحة معا ونضر نعيط لهم كامل كيف أجل آخر هاوليك وش تسحقون نهضر أنه يباش نهضر باش نتكلب ما عندناش إمكانيات ما عندناش هادوك ما عندناش هادوك ما عندناش هادوك ما عندناش هننتكلب كسواء في البراطور كسواء مع الوزارة كسواء لآخر نتكلب باش يجيبوا لهم الإمكانيات والله ما حاوسوا لآخر يا أخير ويقوليك ويقولك واحدة بالنساكر في أنا توفع باش نسلك ملايين جزائريين أنا بري أنا وجد إن شاء الله إن شاء الله عليك ايه دوك احنا جزائريين هاكذا ايه دوك أنا باش نقدر نسكري في أنا لداخل باش نسلك ملايين جزائريين أنا وجدين ما كاش مشكل والله ما كان يخفني حتى حاج أنا واجدين على الجزائر وجدين ممش بالأجور عندما تسمع يعني ممثل شبه الطبيين يتحدث ويقول هكذا كلام أنه شبه الطبيين يستطيعون تضحية بأرواحهم من أجل أن يعيش الماليين من الجزائرين فألف ألف ألف تحية وتقدير لكم وهذا لدليل يعني ورسالة كذلك لكل جزائرين أن يلتزموا بالتعليمات ويبقوا في منازلهم هاتم متزمين جزائر متزمين كل جزائر كنت قلت وانت ضحي بنفسك يضحي بنفسه على أجل جزائر ما تقولش جزائره هذا ما يحبش بلاده كل واحد عنده كما يقولك على حسب على حسب الأغلاء كيفاش يحب بلاده كل واحد عنده ندراتعه كل واحد الأخر ما يوى لكن كانت تزمين باش يضحيوا على أجل بلاده بارك موفيك نخليلك رسالة الآن توجه هالشبه الطبيين اللي رامي يتابعونا الآن يا غي أنا نحييهم كل شبه الطبيين الأطيبة كل عمال كل ميهنيين تعالنا ضافة الدرك الوطني الأمن الوطني الجيش الوطني كل واحد نحن نحييهم اللي هم وقفين على البلاد رئيس جمهورية اللي يوقف ويحب يسجع الميهنيين كل ميهنيين يا أخي أنا والحكومة والوزير الصحة وكل الناس اللي راي وقفوا على الجزائر هذي سجعوهم كامل ونقول المواطن رياح في درك رياح في درك هنا تعاون الميهنيين كسوة على الصحة كسوة كل ميهنيين لأنهم يعملوا باش الدرك واثون ما يجيليش مورك في طريق باش شرطة ما يجيليش مورك ما يقعش يعس فيك انتارك أعطناش تعليل الدور بلا معنى يا أخي رياح في درك رياح عندك أسبوعين ثلاثة وما نشعر حياتك كاملة أصبر أصبر وهذه هي موفق إن شاء الله شكرا جزيلا لك سيد عاشيل والناس العميل العامل النقابة الوطنية لشبه الطبيين كنت ضيفي في هذا الجولة الإخبارية وموفق إن شاء الله